فده ممكن يجب السنة دي طيب خليني بقى أتكلم عن موضوع المصريين في الخارج لإن ده برضو ملفت جدا أن هما كانوا بيدلوا بأصواتهم بشكل مكسر يعني كان فيه اهتمام كبير جدا هل ده راجع لأنه بقى عندهم ثقة في أن الدولة المصرية دولة فعلا قادرة على بناء مؤسساتها ولا الثقة دي برضو يشملها أن هما ممثلين كمان في البرلمان يعني هيكون فيه نائب عن المصريين في الخارج برافا عليك يا شهيرة أنت جاء النهاردة تطلع بنفرادات بنفرادات للبرنامج العظيم بتاعك أشكرك طيب إحنا المصريين في الخارج هما ليه فيه التحام دلوقتي مع الدولة موجودين وإننا نهتم بيهم طيب نطلق بقى المبادرة من خلال البرنامج بتاعك يا شهيرة المبادرة تحولات المصريين في الخارج عشان بقى ندمك بقى عملية الدمج ما إحنا عايزين بقى نقول كده الرئيس بقول كده بقول إحنا كده طيب إزاي بقى عملية الدمج تحولات المصريين في الخارج ما بين 22 أو 23 مليار دولار حسب آخر إحصائية فلوس بتروح البنك آه بتوفر عملة موجودة موجودة في البنوك يعني الدولة اللي بيحاول فلوسه للجنين مصري طيب إحنا بقى لو حولنا دا يا شهيرة وجبنا 23 مليار دولار ممكن نخليهم 50 مليار دولار من المصريين اللي عاملين في الخارج إزاي؟ عندهم استثمارات بقى طيب نعمل لهم إيه؟ هنا المبادرة بقى وده بقى يعني من خلال برنامجك مناجدة لفخامة الرئيس عفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هننشئ فيما يسمى صندوق سيادي لإدارة استثمارات المصريين في الخارج يعني إيه صندوق سيادي؟ أسأل أنت أي مستثمر في الخارج نقول طول حط فلوسك في البرصة نقولك أنا آسف أنا مش عايز وجع دماغ لكن لو رحنا جدنا ودخلنا في الصندوق السيادي ده مجموعة من المشروعات ونطرح في الصندوق السيادي اللي هيكون في فلوسه مصريين فيما يسمى بالسندات هنحط فيه سنت هنقول مثلا السنت ده بخمس تلاف دولار للعملين بالخارج فيه نسبة فايدة كذا فيه نسبة فايدة بضمان الحكومة أنا بقول سيادي يبقى اللي حطت فلوسه بدل ما يجيك فلوس يحطها في البن طب من أشغل الفلوس دي بقى إذا كان السند ده فيه فائدة أعلى ها أشغل الفلوس ده يبقى أنا على الأقل لو خطت 20 مليار دولار وحطتهم في الصندوق السيادي ده وأنا عندي مشروعات وأنا بستنى أنا بقول كل سنة أنا جايلي استثمارات مباشرة حوالي 10 مليار دولار طب من عندي فلوس ايه عندي فلوس اللي ما عنديش يا فاندي تمام فيه أنا عندي فلوس اللي ما عنديش أنا بأخذ الفلوس دي بحطها له في شكل سندات سند حكومي ها في موجود في السندوق السيادي ده سواء القصير الأجل أو متوسط الأجل بفائدة كذا أنا بأخذ الفلوس دي أنا أنا ليه هاعب بقى حرك بعثات أه بقول حرك وبعثات ومشاريع وبتاع بس أنا عندي فلوس جاهزة وعندي مشاريع اللي احنا بنجيب بقى مشاريع أنا بسميها ايه المطبوخة الجاهزة جاهزة التنفيذ المشاريع اللي بندخلها بيكون ما ها دراسات الجدوى المصنع موجود الترفيق موجود ده موجود ده موجود ده موجود سواء اللي احنا نشغل سد الفجوة الداخلية في الاكتفاء الزادي أو نشغل المشروعات ده اللي احنا نصدر للخالق فأنا باخد ده الرجل اللي بيحط السند بتاعه ده وهو عنده مشروع برا هيقول لك طيب ما أنا عندي صندوق سيادي ايه بفلوسي محمية وانا باخد فائدة عليها ها استثمارات المصنعين في الخارج بتعدم 150 مليار دولار ممكن يصف هنا باجي حط لك فلوسك هنا يبقى احنا رفعنا الاستثمار المباشر من 10 مليار دولار هنخلي فلوس المصنعين ده استثمار مباشر احنا هنجعله مستثمرين بقى مش هنقول بنا ده بزنس مش هنقضوا دول مصنعين في الخارج هنخليهم زي المستثمرين هنقول يبقى الاستثمار اللي جاينا مباشر 30 مليار 40 مليار 50 مليار دولار الحقيقة أنا فاضلي ديقتين وعندي اسئلة كتير جدا لكن يعني خليني اسأل السؤال الاخير لان هم ديقتين بس اللي فاضلين ماذا ما هي التحديات اللي قدام البرلمان القادم وماذا انتظر منه المصري هو يعني هو فيه عدد من الملفات قلنا فيه المشروع الجديد اللي هيتطرح ده يعني هيبقى بشكل كبير ملف ليبيا ده هينتهي بشكل كبير جدا ده من ضمن التحديات هيبقى الشغل برضو اللي هيتعمل في المشروع الجديد اتصور برضو ملف صد النهضة رغم يعني التسرحات العنترية وما قالوا ترامب يعني مش هيصل للمرحلة دي اعتقد في النهاية في النهاية جاية الدولة المصريية اكثر خرصا وحكمة ومدركة انها مش هتعمل اي تصرف الا اذا كان مفت بالضبط كده يعني في الشغل الجديد المشروع الجديد هيتحلق كل هيتحلق خلاص اشتركوا في القناة